المشي على الشوك أو في نفق مظلم منتصل من نفوذ السياسة ولعبة الإتجار بمقدرات البلاد في الاقتصاد، في الزراعة، في الصناعة، وليس بعيداً عن التعليم نفوذ المصالح الشخصية. وجديداً ما تهدد به كليات الطب الأهلية مستوى التعليم في البلاد، كذلك بحسابات النفوذ والحزبية وتغذية المصالح التي بدأت بحسب مسؤولين وأكاديميين تحول معدلات قبول تخصصات الطب البشري والصيدلة إلى أرقام متدنية مقارنة بمعدلات القبول في الجامعات الحكومية. أما الخريجون الذين وصل عددهم إلى نحو 180 ألف خريج في عام 2018 في قائمة البطالة، فهم الآخرون دخلوا المحظورة بالتزوير. تتحدث الأرقام المحدثة على لسان نقابة الأكاديميين أن نحو 90 ألف تدريسي حصلوا على شهادات من إيران ولبنان غير معتمدة، لكنها كانت بمثابة خروج من نفق البطالة، وكل هذا على حساب جودة التعليم ومخرجاته في العراق. في العام الماضي أثيرت قضية وجود أكثر من 27 ألف شهادة جامعية مبيعة للعراقيين من جامعات لبنانية، وأحدثت ضجة كبيرة في الأوساط العراقية، وتلك أزمة تعمق نفاق الظلام المستفحل فسادا ونفوذا في البلاد. ووفقا لمعلومات يتداولها أكاديميون تفيد بوصول ثمن شهادة الماجستير لنحو 5000 دولار و10 ألف دولار لشهادة الدكتوراه. يشكو أكاديميون بلغة حزينة على واقع التعليم، سيما بعد أن خرجت الجامعات العراقية من تصنيف شانجهاي 2020. لسن حال المحذرين يقول، عرف السبب المعروف من الأصل، نفوذ كيانات سياسية تحت مظلة المحاصصة، التي لم تترك التعليم نقيا كما كان. ترجمة نانسي قنقر